اهلا بكم مع فيديو جديد انا محمد عليه ومبسوط قوي بوجودة معاكم في فيديو ده هنتكلم عن مسلسل ممالك النار وبعد ما سمعنا حلقتين من المسلسل وهقول تقييم عن المسلسل وهقول رضي على بعض الانتقادات اللازع جدا اللي سمعتها عن المسلسل قبل ميلاده او قبل بدء حلقاته اللي هتكون عدد حلقاته 14 حلقة فالموضوع مش مستاهل النقد من البداية انت ممكن تأجل نقدك ده لما تخلص المسلسل وتقول النقد اللي انت عايز تقوله بطريقة كاملة لكل من ينتقد المسلسل النقطة الثانية انا مبرح اخطاء تقول تموعد المسلسل هيكون الساعة الواحدة مساء ولكن الوقت الفعلي للمسلسل بيكون موجود على اين بي سي مصر اتنين الساعة 10 بالليل وبتم الاعادة في اليوم التالي على اين بي سي مصر واحد الساعة سبعة مساء يعني انت لو مشغول ممكن بكرة تسمع لحلقتين اتنين وثلاثة على مصر واحد وبعدين على مصر اتنين وتبقى تفرجت على الحلقتين طبعا هيك انك هتلاقيهم على يوتيوب وعلى كتير من المواقع تقييم المسلسل بعد حلقتين طبعا احنا لغاية النهاردة بنتفرج على تمثيل اطفال وشاف ان الاطفال اللي بيجسروا الشخصياتين سواء سليم الاول او الاثنين بيجسروا الشخصيات بطريقة اكثر من رائعة وان كان تومان باي بيجسد الشخصية الخيرة الشخصية الحسنة فانت هتكون مستمتع بي ومستمتع بي في دور البطولة في نهاية حلقة النهاردة كان اول ظهور للممثل خلد النبوي اللي ان شاء الله هيكون ظهور اكثر من رائع وهيكون دور موفق جدا من الممثل المصري الرائع انا بالنسبة لي بيكون في قمة الفخر لما بيشوف مسلسل تاريخي بيتم عرضه لان انا شايف ان ده المخرج الانسب للهروب من مسلسلات وافلام البلطجة والتحرش والاغتصابات والحاجات دي كلها وانك تطلع برا هذا الحيز تضيق المعدوم الفائدة انت بتفرج على مسلسلات وافلام ملهاش اي فايدة كتير من المسلسلات جثرت ابطال من يعني من السفالة والبساخة وقلة الادة بحاجات انت مينفعش تتفرج عليها في حين انك عندك تاريخ عظيم جدا ممكن تتفرج عليه من اول احمص لحد النهاردة تاريخك الحالي لحد حرب اكتوبر وامجتها الموضوع مش مقتصر على قائد المعركة الاول في كل معركة كان تحت منه مئات القواد اللي كل قائد منهم ممكن يدرس لو اخدت لمر التاريخ لو بصت بصة سريعة لو بصت على صلاح الدين هتلاقي تحت منه قائد المعركة البحرية حسام الدين لؤلو القائد ده كان من افضل القوات تحت صلاح الدين بصت على قتص وبصت في معركة عين جلوت هتلاقي عندك كان موجود بيبرسو وكان موجود قلوون وموجود كتير من القواد الاكثر من رائعين حتى لو بصت في التاريخ الحديث وفي حرب اكتوبر تلاقي سعد الدين الشازلي ما تجسدش شخصيته وما نعرفش عنه الكتير يا دوبك هو اكتب او اتنين بنقراهم محدش جسد شخصيته ولا حد خرج التاريخ للنور من اهم النقاط كمان اللي لازم تعرفها ان التاريخ دايما بيكون فيه خلافات وبيكون موطن شقاك بمعنى اذاك الناس تختلف في اي حاجة في التاريخ انت النهاردة لو اديتك وراء وقلم وقلت لك اكتب تاريخ المعاصرة اللي انت شايفه الاخر عشر سنوات اعتقد ان لو شخصين قاعدين جمع بعض المستحيل اللي اتنين يكتبوا نفس الكلام بنفس الطريقة كل واحد هيكون ليه بعد نظر وهيبص من ناحية مختلفة اهم شيء يدعو للفخر في الموضوع انك النهاردة لما تدخل على مؤشرات جوجل وتدخل تشوف الناس بتسيرش على ايه نمبرح كانوا بتدوروا مش عايف على حمو بيك وغنيت مش عارف ايه وي 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 ومجموعة كبيرة جدا من الحاجات اللي كانت متصدرة للبحث مش عايف لك مين مع مين ومش عارف ايه ومين قلع الحجاب ومين لبس الحجاب وكتير من الاخبار اللي منهاش اي لازمة تلاقي النهاردة الناس بتدور عن تسع السلاطين العصمانيين من هو مش عايف ترمون باي الناس عندها حب استطلاع اي حاجة زي كده بتصيره حتى لو كان في خطأ في المسلسل يعني لو انت من الناس المتحملة على المسلسل وشايفة ان المسلسل موجه توجهات سياسية وهيكون في كتير من الاخطاء الفجة فدي دعوة ليك انك تتعلم دي اول نقطة المؤرخين مش هيسكوت والناس هتطلع وتكلم وتصحح وبكنا انت هتكون وصلت المعلومة في كتير من طرق التعليم الناس بتصير الخطأ بحيث ان هو يسير الانتباه بطريقة مستفزة فيبدأ حب الاستطلاع فمن هنا توصل المعلومة بطريقة صحيحة ايا كانت المحاولة دي فانا اتمنى انها تتكرر يكون في كتير من المحاولات احنا عندنا الاف القوات والرموز بتمنى تكسيد كل الشخصيات على مر التاريخ انت لو بصدت في التاريخ الاسلامي ما ينفعش يكون عندك فجر الاسلام وفيلم الرسالة ما ينفعش يكون عندك فيلمين بيجسدوا حياة الامة الاسلامية وكمان بالنسبة للعثمانيين يعني الناس الاطراق الناس اللي بتتفرج على المسلسل اي نعم انا لغتي عربية ما اعتقدش ان حاج تركي يكون بتفرج علي وانكن تباليه في مؤشرات القناة ان فيه اطراق بيتفرجوا علي فتشويح صورة السلطان العثماني سليم امر طبيعي وامر منطقي ان الصورة تظهر بالشكل ده لما يكون السلطان يعتبره الابن الاصغر لابي وينقلب على ابيه ويوصل للعرش ويقدر ان هو يحكم وكان شخصية قوية جدا زي ما شفنا في مر التاريخ وزي ما قرينا عنه لازم تعرف ان كل التواريخ فيها صراعات من اول صراع العباسيين والامويين في كل التاريخ توجد صراعات وفيما يخص السلطان سليم التاسع اللي هو تاسع السلاطين العثمانيين واللي ما تتولاش مدة طويلة اللي هو مسك يدوبك من 1512 ل 1520 يعني تقريبا 8 سنوات وعامل فيهم كتير من الانجازات وكتير من الفتوحات وطبعا يعني لما هتشوف المسلسل ولما هتشوف الاحداث قدي الشخصية دي احترمت طومان باي رغم ان هو كان عدو لي ولكن كان فيه احترام متبادل ما بين القوات انا كمان بتمنى من المشاهدين سواء كنت من مؤيدين او مناثرين للدولة العثمانية محب او كاره لطومان باي انك تتفرج على المسلسل بحيادية لان انك تلاقي عمل عظيم زي ده لازم توجهه بايجابية عشان تواجه كتير من الاعمال وتشوف كمان كتير من الاعمال الموضوع ما يقتصرش عند كده والمسلسل يواجه بالفشل مهم جدا ليك كمشاهد عربي انك تدعم مسلسل زي ده ويتشجعه وخصوصا ان انت هتكون المستفيد الوحيد هتشوف عمل اكثر من رائع لازم تتفرج على المسلسل وتشوفه هتلاقي في الوصف اسفل الفيديو تردده مع ذو الحاجات دي كلها الخاصة بالمسلسل ممكن تبص عليها وتشوفه وبتمنى من الجميع يشوف المسلسل وبتمنى من اي ناقد للمسلسل يأجل ناقده لبعد الحلقة 14 ويقول التقييم الكامل للمسلسل انا شايف ان المسلسل ده مدعاه للفخر لازم كلنا نتفرج عليه ونشوفه ونستمتع به شكرا لكم جميعا